أشرت أنتم في بداية التقرير إلى أن هناك مساعي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإيجاد حل وسط بين الإطار التنسيقي والقيادة التيار الصدري طبعاً الإطار التنسيقي من الواضح أنه لن يذهب إلى تشكيل حكومة وكل ما نراه من مفاوضات خجولة باتجاه تشكيل حكومة لا أتصور بأنه سيذهب بدون التيار الصدري لأن الإطار التنسيقي يفهم بأن التيار الصدري هو أولاً هناك عمق استراتيجي وهناك بين الإطار وبين التيار وأن هناك تداخل كبير جداً في الجماهير وفي المحافظات بالتالي اليوم حسب المعلومات المتوفرة لدينا والمؤكدة بأن هناك مساعي داخل الإطار أو أن هناك رؤيتان داخل الإطار رؤية الأولى تذهب باتجاه تشكيل حكومة يقودها دولة القانون بمعزل عن اشتراك التيار أو عدم اشتراكها وهناك رؤية ثانية بقيادة الفتح يديرها الأمين العام لمنظمة بدور الحاجهادي العامري من أجل إرضاء السيد الصدر ومحاولة إعادة إلى العملية السياسية طبعاً هذا ليس خلاف حقيقة داخل الإطار إنما هو رؤية بين فريقين وأتصور أن هذه الرؤية في الآخر سوف تتمخذ عن اتفاق معين طبعاً هناك رؤى أخرى سمعنا طرحت خلال أيام من قبل السيد الحكيم من قبل بعض الأخوة هو الذهاب باتجاه إعادة الانتخابات أتصور أن هذا الرأي الآن حصوصاً بعد مبادرة السيد علاوي والمبادرات التي طرحت بهذا المجال أتصور أن هناك نبوج لهذه الرؤية لكن أعتقد أن هناك محاولة لإيجاد حل وسيط لقضية إعادة الانتخابات ومن سيكون رئيس الوزراء وما هي الفترة الذي سنذهب بعدها إلى انتخابات